أكد سعادة دكتور حمد العبدالله المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن تحقيق الأمن الغذائي بات أولوية وطنية مهمة وجزءا مهما من مفهوم الأمن الشامل لذا جاء منتدى دراسات السنوي الرابعة تحت عنوان استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي التحديات والفرص والذي سيعقد يوم غدا عبر الاتصال المرئي بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين في مجال الأمن الغذائي في مملكة البحرين وخارجها في ظل تحدي جائحة كورونا برزت مسئلة الأمن الغذائي كأحد التحديات الهامة على الصعيد المحلي والإقليمي بما يستوجب معه تظافر الجهود لترجمة التوجيهات السامية التي وجه إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في افتتاح دور العقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي النواب والشورى في أكتوبر من عام 2020 للميلاد حينما اعتبر جلالته حفظه الله ورعاه تأمين الاكتفاء الغذائي هي أولوية تستدعي أقصى درجات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويأتي ذلك من خلال خطط وستراتيجيات شاملة على المديين القريب والبعيد بما يضمن مواجهة ذلك التحدي الذي أضحى جزءا لا يتجزى من الأمن الشامل لأي دولة في العالم مهما كانت إمكاناتها المادية والبشرية تلك القضية التي ستكون عنوانا لمنتدى دراسات بنسخته الرابعة يهدف المنتدى إلى استقراء خارطة إمكانيات البحرين ودول الإقليم في مجال الأمن الغذائي واستقصاء أوجه الوفرة والنقص التي تبدت أثناء تحدي جائحة كورونا وعادت السؤال حول الأمن الغذائي وضرورة مراجعة سلاسل التوريد ومفاهيم أخرى مثل الاكتفاء الذاتي إلى الواجهة